من المناسب أن نجلس على مائدته الثرية الغنية أن نزوره هذا أمر في محله ومما ندب إليه بشدة روايات الزيارة، روايات متعددة وفيها وعود كثيرة على أجور عظيمة كذلك التودد إليهم من خلال إقامة مظاهر الفرح في أعيادهم والحزن في ماتمهم كل ذلك أمر راجح ومن مصاديق مودة ذو القربة ولكن أيضا لا ننسى أن من موارد التأسي والتودد إليهم صلوات الله عليهم تناول كلماتهم الطيبة ودراستها والعمل بها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كآبائه وكأبنائه الكرام كان مظهرا للعلم والفضل مناظراته صلوات الله عليه معروفة في الكتب أثناء مسيره من المدينة إلى أرض طوس كم بث من علوم آبائه وأجداده حديث سلسلة الذهب حديث سجل في الدواوين في كتب الحديث إلى الأبد وكذلك كلماته الحكمية وأنا من خلال هذه الحلقة المباركة أدعو أخواني أخواتي عند تناول حياة أي معصوم من أمة أهل البيت مراجعة كلماتهم الحكمية لأن هذه الكلمات بمثابة دستور العمل طوال الأجيال نحن لم نرى الرضا صلوات الله عليه وما تناعمنا بجمال وجهه وعذوبة صوته ولكن عندما نرى رواية عن في كتب الحديث كأننا أمام ذلك الوجود الطاهر من هذه الروايات المعروفة ورأيتها منتقشة في حرمه الشريف هذه الرواية التي في أواخرها فقد استهزأ بنفسه الآن ما هي موارد الاستهزاء بالنفس أولا من استغفر بهذه المضامين من استغفر ولم يندم فقد استهزأ بنفسه الكثيرون يرتكبون المعاصي بعد المعصية يستغفر بلسانه لقلقة ولكن في أعماق قلبه لا يرى ندامة باطنية هذا مستهزئ بنفسه لسانه يستغفر فكه يتحرك بالاستغفار ولكن في قلبه الميل إلى المعصية هذا الإنسان مستهزئ بنفسه صلى الله عليه وسلامه عليه يذكر من مصاديق الاستهزاء بالنفس أيضا من سأل الله التوفيق ولم يجتهد الكثيرون منا يتمنى الدرجات العليا مادة ومعنى التوفيقات القرب إلى الله عز وجل ولكنه في مقام العمل نراه متقاعسا مثله تماما كمثل الزارع الزارع الذي يتمنى المحصول يتمنى الحصاد وهو في فصل الزراعة لم يبذر بذرا ولم يسق سقيا هذا الإنسان أيضا مستهزئ بنفسه في عالم الزراعة الباطنية الأبر كالزراعة الأرضية كما في الأرض هناك إعداد تهيئة إزالة للموانع سقي منتظم في عالم الأرواح الأمر كذلك تماما ترجمة نانسي قنقر قال الإمام الرضا عليه السلام من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه الإمام الرضا عليه السلام أيضا يذكر من مصادق الاستهزاء بالنفس أن يذكر الإنسان ربه ولا يستبق إلى لقائه هذا أيضا مستهزأ بنفسه القضية كالاستغفار المستغفر غير النادم مستهزأ بنفسه ذاكر الله عز وجل الذي لا يرى في قلبه شوقا إلى لقائه ورغبة إلى وصاله هذا الإنسان أيضا مستهزأ بنفسه الذكر على اللسان إذا كان كاشفا عما في القلب هذا الذكر له وزنه له قيمته وإلا حركة اللسان والفك لا قيمة لهما في حد نفسه كذلك الرضا صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى مورد من موارد الاستهزاء بالنفس من طلب الجنة ولم يصبر على الشدائد الطريق إلى الله عز وجل هو الطريق ذات الشوكة من يريد الجنة ويريد نعيمها الآن حورا قصورا رضوانا إلى آخره لا بد أن يوطن نفسه على تحمل الشدائد هذا طريق الأنبياء والمرسلين ونحن نعلم أن البلاء للأمثل فالأمثل البلاء البلاء للولاء كلما زاد العبد درجة في الإيمان نعم رب العالمين فتح عليه أبواب البلاء والابتلاء طبعا نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا في الدين وإلا بلاء الدنيا طريق التكامل وأخيرا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا يحذر من هذه الظاهرة الذي نعم يخاف من النار ولا يترك شهوات الدنيا هذا أيضا من المستهزئين بأنفسهم أقول على إخواني أخواتي إذا أردت أن ترتكب المعصية أن تميل إلى الشهوة أن تذهب إلى مستنقع الرذائل تذكر هذه النهاية الأبدية التي لا بد منها تذكر أهوال القيامة تذكر أنواع ما في الجحيم من العذاب المدخر لأعداء الله عز وجل إذا كان هذا التذكر من موجبات الرادع فأعلم أن هذا التذكر من المحفزات ومن دواعي التكامل وإلا ذكر النار من دون أن يترك هذا الذكر أثرا في النفس يقول الرضا صلوات الله وسلامه عليه من مصاديق الاستهزاء بنفسه صلوات الله عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا المرتضى يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله السلام عليكم إخواني وإخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة